محاولة تجميع خيوط اللعبة وسط كومة قش إقليمي ودولي لم يبرع به أحد سوى صديق جماعة الحوث الإنقلابية العماني الذي يبرز بين فترة وأخرى متأبطا ملف الوساطات في المنطقة شاهرا الحلول ومشيرا لكل مخرج من مخارج الطوارئ لحلفاء الصراع في اليمن صالح وأتباعه لا يهم أن يجري القول أن مسقط تخلت عما يعرف عنها من حياد الأهم هو الإسهام في أي وساطة من شأنها كل مرة إنقاذ رموز الإنقلاب من حبل يطوق أعناقهم لا ملامح للسياسة العمانية إذن أبعد من هذه التي تنتهجها منذ زمن في المنطقة الحياد أو الوساطة معهود ذلك لمسقط وتأكيدا عليه مجددا يعود الدور العماني إلى الواجهة بشأن الأزمة اليمنية ومراوحة موقعها منذ شهور في مشاورات الكويت وهذه المرة من تصريح وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي الذي قال إن أهمية الدور العماني في هذه المفاوضات تنبع من طبيعة العلاقات التي تربط السلطنة بكلا الطرفين قصد الرجل جماعة الإنقلاب والسلطة الشرعية كما اعتبر بن علوي أن الاختلاف بينهما يعد وسيلة من وسائل الوصول إلى التوافق والتصالح لكن كيف؟ لا أحد يدرك مغزى هذا الدور إلا مسقط وحدها ربما إذ يعد مثل هذا الحديث الآن كلاما خارج السياق الواضح في ظل تجمد المشاورات وإخفاق كافة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الكويت والمبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ في إعادة طرفي الصراع إلى طاولة المشاورات المباشرة وتعثرت الجلسة المباشرة منذ ثلاثة أيام بين وفدي الحكومة الشرعية والجماعة الإنقلابية بحسب المبعوث الأممي ثلاثة أيام اكتفى المبعوث الأممي بعقد جلسات منفصلة مع طرفي الصراع بهدف تقريب وجهات النظر لكن الوفد الحكومي رهن عودته بتسليم وثيقة مكتوبة تقر بالتزام الطرف الآخر بمرجعيات للحوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر